موجوداً ويكون الهدف الأساسي منها المحافظة على مؤسسات الدولة لمناقشة هذا الحراك وكذلك أبرز تطورات الثورة السورية أرحب مجدداً بضيفي هنا في الستوديو مدير مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية سيد زهر سالم سيد زهر سالم إضافة إلى هذا الحراك أيضاً هناك الحراك الأممي متمثلاً بمبادرة المبعوث الأممي والذي من المفترض أن يكون أيضاً مبعوثاً عربياً ديمستوراً التي تقوم على وقف لإطلاق النار برأيك هل يمثل هذا الحراك من وجهة نظرك أن هناك سعي من كل هذه الأطراف وإدراك إلى ضرورة إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة أم أنه تكرار لتلك المساعي التي بدأت منذ بداية الثورة السورية دون تحريك حقيقي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ليعذرني الأخوة المشاهدين أحياناً يتمنون أو الناس يتمنون أن نحدثهم بما يشتهون ولكن الحقيقة الواقع في سوريا لا يمضي في الطريق الذي نأمله أو نتمناه أو نتطلع إليه لذلك نحتاج إلى شيء من الصحة النفسية لنكون قادرين على مناقشة الأمور تسألوني عن إمكان يعني أنا أتوقع منك كلاماً محزناً لا إن شاء الله لن يكون محزناً لكن واقعياً الواقع الذي أحياناً نضطر أن نشرحه وإن كنا نرفضه وإن كنا نقاومه وإن كنا نسعى إلى إبطاله لكن لابد من الإنسان يعني الإنسان عندما يذهب إلى الطبيب ويستقبل قائمة التحليلات يحب أن يقول له الطبيب كل شيء تمام وكل شيء طبيعي لكن حقيقة الأمر مواجهة نقاط الضعف في جسم الإنسان أو في جسم الثورة أو في الحالة السورية تحتاج منا إلى شيء من متانة الأعصاب حتى نستطيع أن نناقش الأمور ولا غرابة بأن معظم الأدوية طعمها مر إذن نبدأ مرة أخرى سؤالي هل هذا من وجهة نظرك يشير بأن هذه الأطراف جميعاً هي مقتنعة بإيجاد حل؟ أنا سأقول في جوابي على سؤالك سأبدأ من نقطة الآن خلفية وطازجة كما يقولون زيارة بايدن اليوم إلى تركيا نائب الرئيس الأمريكي ونقطة النزاع الأولي أو الخلاف لا أريد أن أقول نزاع ليس هناك نزاع تركي أمريكي نقطة الخلاف التي يحاولون تسويتها الأمريكان والأتراك هي الأولوية في سوريا لمن؟ الأتراك يريدون من الأمريكيين أن يقولوا الأولوية لإطاحة بنظام بشار الأسد ولحل الأزمة السورية كما تتفضل الأمريكان حتى الآن لا يرون أن هذه أولوية الأمريكان لهم أولوية أخرى لهم قضية أخرى الأمريكان قضيتهم أن جندياً أمريكياً أو صحفياً أمريكياً أو مواطناً أمريكياً قتل أو يمكن أن يقتل في ساعة من الساعات بحق أو بباطل ونحن نستنكر قتل الأمريكي والفرنسي والسوري أيضاً من قبل تنظيم الدولة من قبل أي فريق نحن نستنكر القتل مطلقاً بغير وجه حق الأمريكان أولويتهم أن هذا الفريق الذي يشكل الذي يسمونه تنظيم الدولة يسمونه داعش يسمونه ما شاءهم وهم وضعوا النصرى أيضاً والنصرى والأحرار ويعني هذا التهديد المستقبلي المحتمل لجندي أمريكي واحد أو لمواطن أمريكي واحد يعادل في الميزان الأمريكي سوريا وشعبها وإنسانها وحضارتها وعمرانها بشار الأسد لا يهدد الأمريكيين ولم يهدد في يوم من الأيام الأمريكيين بشار الأسد لم يدخل أي حرب مثلاً مع إسرائيل ولم يقتل منذ أن استرامه ولم يتسبب بقتل أي جند إسرائيلي وهو يعلن أنه لذلك هذا بالنسبة إليهم لا يشكل خطراً ولا يشكل أولوية بشار الأسد إذا قتل فهو يقتل سوريين وإذا ذبح فهو يذبح سوريين وإذا استباح وانتهك واغتصب فهو يغتصب سوريات هذا بشار الأسد هذا بكل آثامه وشروره لا يشكل أولوية عند الأمريكان وعند المجتمع الذي يسمى المجتمع الحر وعند المجتمع الذي يسمى المجتمع الدولي برمته الآن أتوقف الآن لأن الملايات المتحدة الأمريكية منذ بداية التورة السورية كانت تقول بأن على الأسد أن يذهب الرئيس الأمريكي قبل أسبوعين كرر الاستراتيجية وغيرها عندما قال بأن الإطاحة بالأسد ليست أولوية ولكن لم يستثنيها نهائيا لن أنسى هذا سأكمل الآن الأتراك يحاولون أن يقولوا للأمريكي بأن الأسد هو الشر الذي نبعت منه كل الشرور وأن سوريا قبل الذي فعله فيها الأسد لم يكن فيها داعش ولم يكن فيها نصر وأنه حليف موضوعي كما قال الرئيس الفرنسي فرانسو أولاند وبالتالي فلابد من إزالة أصل الشر الآن نعود إلى الموقف الأمريكي الأمريكي الذي تسألني الآن عن حقيقة ماذا يريد؟ ما أي حل يريد لسوريا؟ الأمريكي الذي قلت بأنه طالب بشار الأسد منذ شهر الأول أو الثاني بالرحيل بالتنحي لم يحرك طائرة واحدة رغم عظم الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد حتى عندما انتهك الخط الأحمر الذي أعلن عنه رئيس أوباما لم يحرك طائرة هو الآن يحرك سطولا من الطائرات ضمن تحالف دولي يقارب الأربعين دولة لكي يقتل أو يقاتل من يعتبرهم كما قلت في البداية خطرا عليه الرئيس السفير الأمريكي السابق في سوريا روبورت فورد يصرح بالأمس ماذا يقول؟ يقول بأن الحرب على داعش قوة الأسد يقول وليس هذا فقط بل يقول أن طائراتنا تقاتل في صفوف طائرات بشار الأسد بشكل غير مباشر بشكل غير مباشر أو مباشر أن نتيجة الحرب على الأرض وهذا أيضا صرح به وزير الدفاع الأمريكي هيكل إذن نحن الذي نشهده الآن بأن الأمريكيين الذين لم يتحركوا طوال ثلاث سنوات لمساعدة السوريين بأي شكل من أشكال المساعدة الآن يتحركون ليتصب أعمالهم في خانة مساعدة بشار الأسد وتدعيمه وبالتالي وضع أنت تسألني عن الحل الحل الآن الذي يقترح لسوريا نصبوا فوق رؤوس الناس قوس التصنيف بأنك إرهابي في دولة عربية أنت كل الناس طالعت يعني 88 مؤسسة بأنك إرهابية إذن الآن قوس التصنيف أنك إرهابي الآن بجوز أنا على هالكلام يصير كمان أصير إرهابي في لحظة من اللحظات تحت دولة إرهابية النصرة إرهابية أحراب الشام إرهابيون الأخوان معظم الراغط الإسلامية في أوروبا منظمات خيرية إذا تحت قوس هذا التصنيف وتحت وابل الطائرات الأمريكية الآن يحمل ديمستورا وانت سألني عن حل دولي عن المبادرة مبادرة فيها عروض بشار الأسد نفسه غير لون الحبر ويريد أن يفرضها على الشعب السوري سأناقش معك مبادرة المبعوث الأممي ولكن في الموقف الأمريكي تحديدا ألا ترى بأن الواقعية الأمريكية تفرض على المواطن الأمريكي وعلى السياسي الأمريكي وعلى الوزير والمسؤول أن يتعامل مع ما يجري في سوريا بوضوح وصراحة ومكاشفة عندما يتحدث وزير الدفاع الأمريكي الحالي ويتحدث السفير السابق بأن معركتهم تصب في خانة الأسد ولكنهم يقولون بأن السياسة الأمريكية أيضا تدرس المتغيرات على الأرض لحظة بلحظة بمعنى هل تعتقد بأن هذه السياسة التي قلت بأنها لا تخدم السوريين أو لا تخدم الشعب السوري هل تعتقد بأنها لن تتغير؟ سأقول الكلام الآن وكل المشاهدين عقلاء وأكثر شعوبنا أصبحت جماهيرنا المثقفة والحمد لله نحن الآن علينا أن نوازم في السياسة الأمريكية بين القول والفعل الفعل الأمريكي الفعل الأمريكي الناجز الواقع اليوم هو في خانة بشار الأسد الوعد الأمريكي هو في خانة الثوار أنه نحن بعد ثلاثين سنة أربعين سنة ما منخلي بشار الأسد يعني هذا الكلام أنه أقول عندنا بالعامية أسقيق بالوعد يا كمون أبي عقسمك بالبحر يعني نحن بشار الأسد نجيب أن يرحل متى جوز يوم يموت هو يوم مات حافظ الأسد وتنفس الشعب السوري استعداء من الذي جاء إلى سوريا وكرس بشار الأسد رئيسا أليست العجوز الشمطاء مادلين أولبرايت وزيرة خارجية أمريكا أليست هي التي جاءت وباعته وباركته وقدسته وسلمته مقاليد الأمور في سوريا إذا كان الأمريكيين الذين يبيعوننا وعدا دينا العصفور اللي على الشجرة العشر عصفير اللي على الشجرة مقابل عصفور اليوم بيد بشار الأسد هذه المعادلة لماذا تقبلون السؤال لماذا تقبلون عندما يصرح وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز بعد اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل اليوم بأن السعودية ملتزمة بتدريب من أسماها المعارضة المعتدلة ضمن معسكرات لتدريب مقاتلين سوريين ضمن استراتيجية باراك أوباما لمحاربة تنظيم الدولة يعني لمحاربة تنظيم الدولة قبل سوريون التدريب الأمريكي على أرض السعودية يعني الآن سر النكتة في كلمة المعتدلة ومن هي المعارضة المعتدلة ومن الذين يعتبرهم الأمريكيون معتدلون ومن الذين تعتبرهم الدول العربية هذا هو السر هذه النكتة السخيفة الآن كلمة الاعتدال بشر الأسد الذي يقطع جنوده نحن كم مرة رأينا على شاشات الفضائيات العربية التي تعتبر نفسها مناصرة للثورة السورية ومعادية للثورة السورية صور هؤلاء الأفراد وهم أفراد تنظيم دولة كله بالنسبة إلينا هو مجموعة من الأفراد لا يمثلون دولة اعترفة بها العالم في يوم من الأيام يقطعون رأس صحفي أمريكي أو منقذ أمريكي أو منقذ أو جندي سوري حتى نراها عشرات مرات هل رأى العالم صورة شبيحة بشر الأسد ينشرون رؤوس المعارضين السوريين بالمناشير بمقصات الشجر هل أقدمت أي فضائية عربية أو عالمية دولية على بث هذه الصور مع نشرة الصباح والظهيرة والمساء لماذا هذا التستر على المتطرف الأول والإرهاب الأول والمجرم الأول والفاسد الأول والمستبد الأول ليس في سوريا وحدها وإنما في العالم أجمع اليوم إذا سرنا على ظهر البسيطة من القطب إلى القطب وبحثنا عن قاتل أكبر قاتل لأكبر عدد من النفوس في مقياس جينيس بسموه سنجد أن الرقم القياسي يتحمله بشار الأسد مهما قتلت داعش مهما قتل تنظيم الذين قتلهم بشار الأسد من السوريين خلال السنوات الأربعة يضربون رقما قياسيا على ظهر البسيطة لأنه الآن نحن في القرن الحادي والعشرين عدد جرائم القتل الذي وثق لهم السور وذهب بها إلى الكونغرس وإلى مجلس أمن عنده 11 ألف ضحية قتلوا تحت التعذيب فقط ولدي أكثر من 55 أو 60 ألف سورة ولكن السؤال لم يظهر للإعلام غير 10 أو 20 سورة من كل هذه السورة أن تقاوم اسمح لي أنت تريد أن تقاوم كل هذا الجرم بالاعتدال الاعتدال منزوع الدسم الاعتدال الذي يريد أن يساعده الأمريكي بأسلحة غير فتاكة والذي يريد أن يدربه العربي بعد لسه وقت هذا الوضع وتسألني لماذا لم تفعل المعارضة السورية هي ثورة عفوية قام بها أفراد من أبناء الشعب السوري يطالبون بعدل وحرية وكرمة إنسانية وقف كل هذا العالم ضدهم اليوم المؤامرة واضحة الأمريكي من يسمون أصدقاء الشعب السوري نحن لم نعد نقبل أن نقول أن هناك شيء اسمه أصدقاء الشعب السوري نتحدث سياسة اسمها المجموعة اسمها مجموعة أصدقاء السوري لا 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 هي تسمي نفسها مشات نحن نعرف انتجاه سوريا هم يسمون أنفسهم كما يريدون ونحن نسميهم كما هو الواقع نحن ثبت لنا بالدليل والبرهان أن هؤلاء هم وجه آخر لروسيا ولإيران ولبشار الأسد حتى الآن كما قلت لك من أول يوم تحركت الطائرات الأمريكية أوباما كان يقول ذهب الوقت الذي نتدخل فيه عسكريا ونحن يمكن أن نحل مشاكل العالم من بعيد بالروموت كونترول لكن عندما وصل الخطر الخطر عندما شعر أنه يمكن أن يهدد بشار الأسد أوباما جاء إلى سوريا للعراق ليدافع عن المالكي أو عن نظام المالكي وليس عن شخصه وجاء إلى سوريا ليدافع عن نظام بشار الأسد وربما ليس عن شخصه حتى أكون دقيقا هذه الحقيقة ولذلك لا يمكن أن تقول هم يسمون أنفسهم ما يشاءون نحن نريد أن نقرأ الحقيقة كما هي لأبناء شعبنا ينبغي أن تكون هناك مبادرة ليستلم الشعب السوري ليمسك الشعب السوري بقراره قبل هذه المبادرة هل يمكن لروسيا وإيران أن تكون هي المبادرة الآن بإيجاد حل سياسي بعد كل هذا الوقوف إلى صف النظام السوري الخارجية الروسية أعلنت أن هناك تفاهمات تم التوصل إليها مع السعودية هناك كلام صحافة لا ندري ماذا مصدقية ذلك عن وجود مبادرة مصرية روسية ذكرت جانب منها في مقدمتي تنص على مرحلة انتقالية يكون بشار الأسد فيها موجودا هذا يبدو مقبول بالنسبة للروس والإيرانيين ماذا عن السوريين؟ دعني أعود إلى الموقف الروسي بدقة لأن الموقف الروسي الآن مهم وهو عاد يطرح نفسه بطريقة أكثر سخونة الروس بعد أن انشغلوا بملف أوكرانيا غابوا لأشهر ليست قصيرة عن الملف السوري وشعروا أنهم أصبحوا بعيدين عن منطقة الشرق الأوسط الآن هناك يدب الماء في العود من جديد ويحاولوا الروس أن يستعيدوا دورا جديدا في المنطقة بعد أن حققوا مكاسب جزئية في الملف الأوكراني حققوا مكاسب على حساب الشعب الأوكراني والأوربيون كما يخذلون شعب السوري قذلوا شعب الأوكراني لكن ليست قضيتي الآن الشعب الأوكراني وإنما قضيتي الشعب السوري دعني أقول ما هي نظرية الروس للحل في سوريا نحن نريد حقنا من أي جهة لو كان في روسيا داعمين حقيقيين لا يضيركم بها يعني لو كانت يمكن للشمس أن تشرق من موسكو فسيكون هذا الشروق مقبولا بالنسبة إلينا السيد عبد العزيز الخير رئيس حيث تنسيق الاسم السوري أحد وجوه هيئة التنسيق السورية نائب رأي سيد تنسيق إذن كان عائدا في يوم من الأيام من روسيا وصل إلى مطار دمشق وصل إلى مطار دمشق خرج من مطار دمشق اعتقله نظام بشار الأسد أو اعتقلته عصابات بشار الأسد الآن حدث يمكن مرة عليه سنتين عبد العزيز الخير ما يزال في السجن ما يزال مجهول المصير والروس راضوا بذلك لأنهم يملكون من أوراق الضغط لو كانوا غير راضين فهم يملكون من أوراق الضغط على بشار الأسد ما يجعل بشار الأسد يفرج عن عبد العزيز الخير كذلك أيضا الرئيس تيار بناء الدولة من أيام منذ أسبوع هذه المعادلة إذن الروس أنا أنبه سيدا المشاهدين ما هي سوريا الجديدة التي يحلم بها أو يبشرون بها الروس سوريا الجديدة التي يبشرون بها الروس هي الدولة التي يعتقل فيها سمح لي أستعمل أوصاف المواطن العلوي اليساري العلماني عبد العزيز الخير والمواطن العلوي العلماني اليساري الشوعي سابقا له أي حسين إذا كان هذا هو سقف الحرية الذي لا يتيح لمثل هؤلاء المواطنين الذين وصفتهم بأوصاف وصفتهم بأوصاف ما كنت أريد أن أقولها لكن أنا مضطر لأقولها أين سيكون مثل زهير سالم وغير زهير سالم المواطنين اللي هن الله العلويين ولهن يساريين ولهن علمانيين وهم مواطنون ولكن روسيا دائما تقول نحن لا نضغط على النظام السوري والشعب السوري هو الذي يختار قيادته سمح لي أن تقول أنها لا تضغط على النظام السوري في سبيل يعني إطلاق سراح أناس أبرياء يعني هذا يعني ليس فضيلة وهي التي تمد النظام بكل أنواع السلاح وتمد النظام بكل الدعم السياسي والدبلوماسي وتحمي النظام في مجلس الأمن لكن ألا تعتقد أن روسيا تريد استمرار الأزمة إلى مال نهاية الحل الذي يتمكن فيه بشارة بشار الأسد من اعتقال لأي حسين وأمثال لأي حسين من جماهير الشعب السوري هذا الحل الذي يقدمه الروس الحل أن نعود إلى دولة بوريسية يتمكن فيها بشار الأسد من القضاء على الملايين الذين يذكرهم من الحاضنة للإرهابيين كما تكرر لنا قناة الجزيرة في كل يوم هؤلاء الذين كانوا يتحدث أمام مجموعة من كلية العلوم السياسية من طلاب الدراسات العليا يقول لهم إن بأن الشعب السوري فيه الملايين من الإرهابيين وهو يريد حسب ترتيب أولويات الآن يقاتل حملة السلاع بعد ذلك سيقاتل الحاضنة الشعبية يعني أنه سيقضي سيبيد سيدمر هؤلاء الملايين والروس يتكفلون بأن يظلوا داعمين له ما يزالوا يقدمون له نحن نتمنى أن يكون الروس وأن يكون الإيرانيون وأن يكون أي فريق في هذا العالم منصفا ولو في عشرة في المئة من الإنصاف ولكن بالسياسة لا تحكمها معايير الإنصاف والحكمة والأخلاق والموضوعية والإنسانية هناك مصالح علية هل تعتقد أن إيران وروسيا بالتحديد في هذا الملف من مصالحها العلية أن يبقى الوضع في سوريا متفجرا دون أن تقدم هي تنازلات بموجبها يتم الوصول إلى حل تسوية بين الطرفين هي تشعر أنت ماذا تتحدث عن مصالح وتتحدث عن سقوط الأخلاق والمعايير الأخلاقية بمعنى سقوط الإنسان والإنسانية وهذا يعني هذا سأذهب معك هي من مصالحها أن تكون تتم إبادة الشعب السوري المعارض الرافض لبشار الأسد لأنه في الحقيقة رافض لها إيران موقفها إيديولوجي مذهبي أكثر منه موقف سياسي على ما تتحدث عنه إيران تنطلق من خلفية تاريخية ذات طبيعة طائفية مذهبية عمرها 1500 سنة حتى لو تضررت مصالحه هذه الملف النووي وأن تحصل على أي مكاسب أن نلبح في القناة الآن إيران تلعب اللعبة بشكل جيد ونحن رأينا أوباما في رسالته الأخيرة لخميناء رغم أنهم نفعوها بعد ذلك لكنه يزاوج بين الملف السوري والملف النووي يقول لهم أعطونا في ملفكم النووي نعطيكم في سوريا وبالتالي إيران والآن المفاوضات اللحظة الأخيرة اليوم يقولون هذه لعبة كل الناس يعني يقولون نحن على حافة الهاوية ليسوا على حافة الهاوية الكل مطمئن إلى أن وأنا أقول للناس القضية ستتمدد والأبواب مفتوحة لإيران والغزل الأمريكي أو الصفقة الأمريكية الإيرانية صفقة ليست فقط على سوريا وأنا أريد أن أقول هذا لكل العرب صفقة على الشرق العربي أنا مدير مركز الشرق العربي أقول صفقة على الشرق العربي أقولها بلغة أخرى الملامح على الدول العربية الموجودة في آسيا هذه الصفقة ما ملامح هذه الصفقة؟ أن إيران هي الشرط الثاني في المنطقة أو الشرط المزدوج إسرائيل في منطقة صحيح العبارة في الجنوب أو في الغرب وإيران في الشرق هذا الذي يجب أن يحكم المنطقة وأوباما وأمريكا سلمت لإيران بحق رعاية المنطقة لماذا؟ لأن الشعوب الإسلامية ودعنا نتحدث بالسنية تفرز ما يسميه الأمريكيين ما يسميه الأمريكيون إرهابيين هذه الشعوب تفرز إرهابيين طيب والطرف الآخر الذي ينادي الموت لأمريكا والموت لإسرائيل في كل يوم لم يهدد لم يهدد لم ينفذ في أي يوم ولو جزء من عملية ضد أمريكا من يوم احتلال السفارة التي كانت خبطت أعمى بعد سقوط الشعب ثم تعلم الإيرانيون الدرس وحفظوا الدرس وهم يعلمون كيف يسوسون أمورهم والأمريكون راضيون أنه كل يوم جمعة يقفوا في ساحة الجامعة أو حيث يصلون في مصلاهم ويهتفون الموت لأمريكا وهم يعلمون أن أتباع المرجعية سمح لي أقول هذا الكلام مهم مذهبيا أتباع المرجعية منضبطون نحن في العالم السني ما عندنا أصلا مرجعية وهؤلاء الأفراد الذين يخرجون رغم أننا نتأزى منهم ونرفض طريقتهم العقلاء في هذه الأمة العلماء في هذه الأمة العلماء في هذه الأمة يرفضون لكن هذه الجماهير تفرز إرهابين ولذلك الأمريكي يريد أن يؤديبهم ليس بعصاه وإنما بعص الإيراني هذه المعادلة المفروضة علينا اليوم سأتابع معك فهم هذه المعادلة في الجزء الثاني فاصل قصير عزائي المشاهدين نعود بعده لمتابعة برنامجنا فابقوا معنا وجد المسيحيون خلاف ما توقع وخلاف ما ظنه فأصبح هذا الرئيس بلدية لجميع المواطنين في البلد بل لعله ربما أحيانا تعمد أن يميز المسيحيين بخدمة خاصة ربما فضلهم على غيرهم لعل هذا شهد له من مواطنين المسيحيين فيما بعد بل بعضهم قال لم أنصف في تاريخ المجلس البلدي أو المجالس البلدية السابقة كما أنصفت في عهد الإخوان المسلمين يقصد في عهد أحمد بتيش لزايد رحمه الله المراقب العام السابق للإخوان المسلمين في الأردن سالم الفلاحات في الحلقة الرابعة من برنامج مراجعات يأتيكم في الأوقات التالية وتستمر الانتهاكات وتزداد المخاوف على أولى القبلتين ورغم ذلك يستمر صمود المقدسي الأقصى يستغيث بكم فهل من مغيث شارك في دعم الأقصى وتبرع لحملة الأقصى يستغيث التي تنظمها جمعية بيت المقدس الخيرية حملة الأقصى يستغيث تأتيكم على الهواء مباشرة السبت الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينيج اشتركوا في القناة تتصاعد الأحداث في العالم العربي يتراجع الخبر في بعض الدول ويزداد سخونة في دول أخرى ويبقى الحدث الفلسطيني حاضرا على أجندة الحوار نتابع الخبر الفلسطيني نحلله ونبحث في تفاصيله وندرس تداعياته على الأرض والقضية والإنسان بانوراما فلسطينية تأتيكم على الهواء مباشرة الجمعة الساعة الخامسة مساء بتوقيت جرينيج أهلا بكم مع أعزائي المشاهدين مجددا في هذه الحلقة من برنامج الانتفاضة العربية التي نفردها للحديث عن أبعاد الثورة السورية ومستجداتها مع ضيفنا هنا في الأستوديو رئيس مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية سيد زهير سالم سيد زهير سالم مبادرة ديمستورا لا تتحدث كما كانت جنيف واحد عن مرحلة انتقالية لا تتحدث عن حكومة بسلطات كاملة حتى وإن اختلفت تأويلات هذه السلطات الكاملة الحديث الآن فقط عن تجميد القتال وتجميد الحرب فهل هذا مقبول سوريا؟ والله الجواب مبادرة ديمستورا هي نسخة معدلة عن الحلول التي كان يعرضها بشار الأسد وفريقه يعني ما يسمونه هم المصالحات وهي صورة معدلة عن هذه المصالحات المواطنون الذين كانوا يقبلون هذه المصالحات في بعض المناطق في غضة دمشق أو قبيلوها في بعض أحياء حمص كانوا يفعلون ذلك تحت تأثير الحصار والجوع والبرد والحاجة والحاجة إلى الدواء كانوا يضطرون إلى ذلك فتجري هذه المواطنون المواطنون يؤثرون أن يسموها الهدن ولكن بشار الأسد كانوا يسميها مصالحة وعندما بدأ ديمستورا بزيارة بشار الأسد عرض عليه أنه نحن عندنا نموذج ونموذج ناجح ونموذج الحل على طريقة هنيري كيسينجير يوم الذي دخل في مشروع السلام مع مصر وإسرائيل أو مشروع فصل القوات في السورية كان يعلن مشروع القطوة خطوة بالتالي ديمستورا الآن عنده شعار إعادة تأهيل الأرض السورية التي خرجت من سيطرة بشار الأسد لتعود إلى سيطرة بشار الأسد خطوة خطوة هذه النتيجة ولكن دعنا الآن بفهم أو خطوة خراءة الخطة كما هي الخطة وقف القتال في حلب سأفهم سأسير معك الأمور تفهم بمآلاتها الأمور بخواتيمها نحن عندما نقرأ دراسة نريد أن نعرف الخطوة ألف ثم الخطوة ياء مباء ثم الخطوة ياء اسمح لي هذه النتيجة سنبدأ الآن سأسير معك الآن خطة ديمستورا كما قال هو وقال المحللون بأنها هي خطوة خطة يعني إبداعية تنطلق من تحت إلى فوق جنيف واحد وجنيف اثنين خطة تقوم على أساس من رأس الهرم إلى قاعدة الهرم الآن هو ديمستورا يريد أن يجمد كما قالوا يجمد الوضع الناس الذين يعانوا من الخوف من البرميل المتفجر ومن قصف الطائرات ومن انقطاع الكهرباء ومن انقطاع الماء ومن الفقر ومن الحاجة والقتل سيصلهم في نفس الوقت مساعدة إنسانية وسيكون من حقهم أن يخرجوا ويعملوا كل هذه المرغبات سوف تجعل الناس يشعرون بالارتخاء نتيجة هذا العرض وهو عرض لا يمكن لإنسان مثلي جالس في لندن أن يقول مرفوض الذي يجب أن يقبله ويرفضه لإنسان الذي متضرر منه ومستفيد منه فكيف تقول الإنسان الذي يعاني الآن بما هذا الحل لن يكون في مصلحته إذن نحن هذه الرؤية ديمستورا يريد أن يأخذنا كما يريد بشار الأسد أن يعيد أشعب السوري إلى بيت الطاعة خطوة خطوة تجميد الآن الأمور بعد ذلك تتحول هذه البقع الكانتونات التي يسيطر عليها ما يسمى الجيش الحر الجيش الحر اسمح لي أقول المفرق الجيش الحر المصنف نصفه أو أكثر من نصفه إرهابي وكل من يقول من رجاله ومن قادته لا يمكن في أي لحظة أن يصنف بالمستقبل إرهابي على كل حال يوم في ريف إدلب هناك مبادرة إيجابية لتجميع عدد كبير من الأنوية سعى عشر هذا أمر يستحق يستحق الإشادة الجيش الحر لكن نحن نقرأ الواقع الآن هذه التفرقة وهذا التمزيق لبنية الجيش الحر وبالتالي إعطاء إبر مسكنة لهؤلاء الثوار بحيث يتم الاسترقاء سيكون الخطوة التي تليها أن يستعيد بشار الأسد ويتستعيد هذا النظام المركزي قوة مركزية قوة تخطيطية وقوة ضاربة على الأرض والمدعوم من قوى أخرى مدعوم من الروس ومدعوم من الإيرانيين ومدعوم من الذين لا يريدون أن يذكروا أسماءهم في دعمه سوف يكون النتيجة كما قلت الآن من الذي من الذي يجب أن يعلن رأيا في هذا الذي يعلن يجب أن يعلن رأي هي أم الولد الحقيقية الثوار على الأرض قوى الثورة والمعارضة التي تمسك بقرار هذه الثورة لأنه كلمة لا يقول اللي بشور عليك بالطلاق ما بعينك على النفقة الآن كلمة لا لها ثمن ثمنها دماء ثمنها معاناة ثمنها جوع وحرماة ثمنها أشياء كثيرة وثمنها حرية إسمح لي وثمنها حرية وثمنها كرامة وثمنها نصر يجب أن نسمي الأمور بأسمائها لا تصف الذين قبلوا بالهدنة في المعظمية وفي قدسية وفي حمص سابقاً وهناك هدنة الآن يتم بحثة في حي الوعر بحمص أنت لا ترفع عن هؤلاء أيضاً صفة الوطنية أنا لا أرفع عن هؤلاء ورفع لواء الحرية الذي أنا لا أرفع عن هؤلاء صفة الوطنية أنا أتحدث الآن عن وضع عملياتي على الأرض يعني إن قبلوا مثل المعظمية نحن كما كما نقول دائماً جاءنا يوم وليد المعلم كان إذا أراد أن يسافر كان عليه أن يذهب إلى بيروت ليركب الطائرة يومها كنا ننظر إلى الخط البياني للثورة أنه في أوجه اليوم نتيجة هذه الهدن نحن نعيش واقعاً آخر أنا لا أحمل المسؤولية أهالي المعظمية وأهالي قدسية أنا أحمل المسؤولية الذين يمسكون بقرار المعارضة القيادات العليا التي لم تؤمن لهؤلاء الثوار على الأرض القدرات اللازمة للثبات وللصمود وللانتصار وللتقدم واليوم أقول هذا الذي يعد لحلب وحلب بالنسبة للثورة هي يعني لسان الميزان كما نقول في اللغة العربية ما الذي سيحصل إن دخلت حلب في هدنة؟ إذا دخلت حلب في هدنة سيعني بعد ذلك أن النظام سيشعر أنه قد استعاد كل شيء ولم يبقى عنده إلا ما يمكن أن نسميه جيوب سيستفرد بها جيوب صغيرة سينفرد بها واحدة واحدة عندما أقول خطوة خطوة سينفرد بالأحياء حيا حيا وبالقرى قرية قرية وبالمناطق منطقة منطقة المسؤولية لا تقع على عاتق هؤلاء الثور أنا اليوم أتابع وأشاهد وكل الناس يشاهدون يعني مئات بل آلاف من الشباب السوري يركبون البحر يعرضون أنفسهم للموت ليخرجوا من سوريا الأصل أن تكون هناك قيادة حية حيوية للمعارضة قيادة حيوية تحول تحول الاتجاه فيركب شباب سوريا الآن الذين على الأرض تعبوا وقضية مبادلة الجنود هذه قضية في علم الاستراتيجية موجود الجندي الذي يكون على الخط الأول يواضب ثلاث أسابيع أربع أسابيع ثم يبدل بل كانت خطوة عمر بن خطاب رضي الله كل الجيوش تفعل هذا كل الجيوش تفعل هذا الآن هؤلاء المواطنين هؤلاء الشباب الثوار اللي اشتغلوا لي في الإغاثة وفي التمريض وجزاهم الله خير جاء دورهم ليكونوا في الخندق بوعيهم وتألقهم وقدرتهم على قراءة المشهد وبثباتهم وصمودهم جاء دورهم ليأخذوا كما نقول في العامية الكتف ليأخذوا الكتف عن أخوانهم السابقين لكي تستمر عملية الثورة ولكي تستمر عملية الصمود أما أن نقول بأن هذا الصمود وهذا الرفض بمبادر ديمستورة نعم القبول بمبادر ديمستورة معناها التوقيع على إنهاء الثورة وأنا أقول هذا بكل وضوح طيب إن كانت مبادرة شاملة يعني ليس في حلب فقط وستكون أخطر وستكون أخطر إما التوقيع على إنهاء الثورة والقبول ببقاء بشار أسس حذر ما تذكر لي عن المبادرة الروسية المصرية ويقال بأن الشيخ معاذ الخطيب أيضا ربما يكون موافقا عليها في زيارة لا أريد أن أثمر هذا أقول هذا وإما أن نرفض ونقول إن نصف مليون سوري هم في عذاذ الشهداء ولا نتكلم عن ربع مليون بعض الناس يظن إذا قلنا ربع مليون أو 300 ألف أننا نبالغ أن نهدر كل هذه التضحيات ويعود الشعب السوري إلى بيت الطاع الأسدي الإيراني الروسي الأمريكي أيضا ويجب أن لا ننسى أن أمريكا تعلن حربا كما يقول السفير فورد وهذا ليس كلامي تنضم الآن إلى القوات المقاتلة لشعب السوري سيعود الشعب السوري الآن في حملة في العالم قال بسموها حملة مناهضة العبودية في هناك أفراد اكتشفوا أفراد بذكروا موريتانيا وبذكروا بعض دول الخليج العربي وأنه في عبيد رجال ونساء هم الآن هذه حملة دولية لإعادة الشعب السوري ليصبح رجاله عبيدا ونساؤه إماء وأقنان عند بيت الأسد وعند عصابة الأسد وعند هذا هو مشروع المسطورة الذي يسعى الجهة الثورة السورية ما الذي على الاتلاف برأيك الآن وهيئته العامة أن يفعلها؟ يعني هو الاتلاف برجاله وبقياداته لا ينتظر الرجل مثلي أن يقول له ماذا يجب عليه أن يفعل كسوري وكم حار يعني الواقع وكم متألم هذا الواقع الواقع ناطق والحال ناطق وهي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى الجلوس على الكراسي والإمساك بناصية القرار هذه عندما لا يعطى القرار حقه وأنا دائما أنتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحود أو يوم بدر عندما أخرج سيفه وقال من يأخذ هذا بحقه من يأخذ هذا كلمة من يأخذ هذا كل ناس تحب الأخذ قال من يأخذ هذا بحقه تقدم أبو دجان قال وما حقه يا رسول الله أنا أقول لهؤلاء الذين يمسكون بقرار المعارضة ويجلسون على الكراسي المذهبة الأبانوسية ومبروك عليهم هذه الكراسي عليها حق لها حق أعطوا هذه المواقع حقوقها لا أحد ينازعكم ما يحقوقها هم أدرا الشعب السوري يراقب التاريخ يراقب الله سبحانه وتعالى في عليائه يراقب وسيحاسب هؤلاء الذين العربية قالت عن عمر لما كانت في الصحراء قالت يتولى أمرنا ثم يغفل عنا هؤلاء الآن تدخل سوريا وتدخل المنطقة على الشتاء وعلى البرد السوريون النازحون في الداخل والسوريون النازحون في الخارج والأمم المتحدة التي قبضت الأموال ثم تنصلت من مسؤولياتها وأنفقتها على موظفها تعرف أن موظف صغير في الأمم المتحدة يمكن أن يعطوه عشر آلاف دولار وماذا بيدهم وماذا بيدهم يعني أنت تعلم بأن اللعبة الإقليمية الأقصية أكبر من ال ليس بالإتلاف أكبر لكل المعارضة اسمح لي يا أخي جمال لو أتيتني إلى هذا الكرسي وقلت لي ستتكلم تحت شرط كذا وكذا وكذا بجوز أول أسبوع أسيرك وثاني أسبوع أقول لك سلام عليكم الإنسان يحترم نفسه يحترم وجوده يحترم مسؤوليته لا أحد يرضى أن يكون اللعبة بأيدي زيد أو عمر أو دولة أو فريق هذا كرسي أنا أقول وأعود فأذكر وأنا أظن بكل الناس خيرا وأنا لست أفضل من أحد من هؤلاء الناس لكن هذا عملية تعطيل تعطيل لقرار الثورة وتعطيل لأمر الثوار وهذا عدوان على حقوق الثوار والآن كل الذي يجري على الأرض السورية أنا لا تكلم عن الاتلاف وحده لأن هناك مؤسسات كثيرة منظمات كثيرة جماعات كثيرة أحزاب كثيرة تعلن عن نفسها الكل كل من أمسك بناصية قرار من هؤلاء السوريين إذا عنده قرار معناته عنده إمكانية ولو كانت الإمكانية سين أو صاد عليه أن يتحرك الآن أن يبادر أنا الذي كنت أقوله يجب أن تكون هناك حركة تبادلية الآن يتحرك فيه الشباب الداعمين للثورة السورية من الخارج إلى الداخل ليناوبوا بدل هؤلاء الأبطال أو لا أقول بدل منهم إلى جانبهم إلى جانبهم توعية وتبصيرا وتثبيتا وعونا حتى تستطيع هذه الثورة أن تتجاوز المنقف الصعب التي حصرها روسيا وإيران وبشار الأسد وأمريكا فيها وهنا أسألك هل فعلا حل ما يجري في سوريا أو التفكير حتى بحل ما يجري في سوريا أصبح حكرة على هذه الهياكل الشباب السوري الذي يريد أن يقدم لسوريا لوطنه لانتصار هذه الثورة أليست عليه أيضا مسؤولية أن يفكر ليلة نهار كيف يمكن أن ينقذ سوريا؟ سؤال مهم وخطير هذا المرحوم مالك بن نبي أجاب عليه له كتاب صغير ومن 100 صفحة تقريبا 90 صفحة اسمه ميلاد مجتمع هؤلاء الشباب اليوم ينقصهم ما يسميه شبكة التواصل شبكة الاتصال فيما بينهم شبكة التنسيق والآن نحن في عالم من وسائل التواصل الحديثة هي التي ذللت كل هذا لابد لهؤلاء الشباب أن تكون لهم هيئة جامعة لابد أن يكون لهم مصادر لتأمين الموارد أنا عندما أتحدث عن قرار أتحدث عن موارد تكون إلى جانب هذا القرار وإذا كان الإنسان أخذ القرار ولم يأخذ الموارد ولم يستطع أن يؤمن لنفسه الموارد فهو قد فرط أيضا أقول يجب أن يكون للثورة السورية قيادة حقيقية تنبع أصلا وقبلا من الداخل قبل أن تكون من الخارج ويجب أن يكون الداخل نقطة جذب ليس ليس كما حصل أن يأتي هؤلاء الذين ذهبوا إلى ما يسمونه الدولة والنصر فكانوا وبالا على الشعب السوري وعلى الثورة السورية وعلى المشروع الوطني السوري لأنني سأظل أتكلم وسنظل نتكلم ونطالب بمشروع وطني سوري في دولة للعدل والحرية وحقوق الإنسان هذا الذي نسعى إليه في مجتمع يجمع السوريين جميعا مجتمع مدني موحد يكون فيه كل السوريون كل السوريين عفوا المتساوين وأكفاء هذا الذي نريده وهذا الذي نسعى إليه تشكيل أكثر من سبعة عشر اليواء اليوم جسم واحد للثوار سموه ثوار إدلب الجنوبي تجمع ثوار إدلب الجنوبي وانضوه تحت الجيش الحر هل يمكن أن يمثل صفحة إيجابية بين الثوار الذين تفرقوا كثيرا على أرض سوريا لا بد أن نشير لأنها نقطة مضيئة نقطة انطلاق مضيئة هناك كثير من هذه التشكيلات التي تجتمع ربما لو اجتمع المجتمعون أيضا يعني نحن عندنا وأنا دائما أحب أن أذكر بالخير أهلنا في القطاع الجنوبي في درعة وحوران الذين يحققون وما زال يحققون إنجازات ميدانية كبيرة يستحقون الشكر والتأييد عليها القطاع الشمالي وعندما نقول القطاع الشمالي في علم العسكرية تداخل حلب مع إدلب وهذه التقسيمات الإدارية ليس لها معنى في المفهوم الإنسراطي للعملياتي القطاع الشمالي القطاع الشرقي الآن القطاع الشمالي يجب أن يتوحد فيه هؤلاء الأخيار المعتدلون يشكلون جبهة واحدة تقوم على أسس سورية وطنية وعندما نتكلم وطنية كلمة وطنية لا تنفي الإسلامية وكلمة إسلامية لا تتراقض مع الوطنية ولا نريد أحد أن يزاود علينا بهذا أقول يجب أن تكون هناك جبهة قوية متراصة هذه الجبهة القوية المتراصة ستعرف كيف تجيب ديمستورا أما في حال غيابها فأنا أحذر من أن جواب ديمستورا سيكون كارثيا على الثولة السورية هذه الحالة من الصمود التي بالتأكيد سأذكرها التاريخ أعرض مثالا لها في حي جوبر الدمشقي الذي يحاول النظام السوري منذ الأسبوع الأولى للثورة وحتى الآن أن يخضعه أو يركعه ولكنه لا يستطيع هل في علم العسكرية هذا الحي المساحته 2 كيلو في 2 كيلو 4 كيلو متر مربع هل يمكن أن يكون فعلا إضاءة للثورة السورية وإمكانية انتصارها حتى عسكريا؟ أنا عندما تسألوني هل يمكن أن يكون أنا أقول يجب أن يكون وكان يجب أن تكون قدسية كذلك وكان يجب أن تكون المعظمية كذلك والقلمون اليوم هي كذلك أيضا إذن هناك مسؤولية يتحملها من يمسك بناصية القرار يجب أن تكون هذه البقع توبغرافيا عسكريا موضوعة أمام أصحاب القرار كيف ندعم كيف ندعم صمود أهلنا في هذه المنطقة في هذه المنطقة أو حتى كيف يتعلمون منهم أيضا؟ من أول يوم عندما سقطت القصير كنا ننادي على هؤلاء الذين يمسكون بالقرار لا ينبغي لو أن حسن نصر الله تلقى الدرس الذي يستحقه في القصير ما جرأ على أن يتمدد إلى كل الأرض السورية ولكن الذين ناموا عن القصير والذين تغيبوا عن القصير والذين تشاغلوا عن القصير وأنت تعرف وكلنا عشنا مع ركة القصير وكنا ننادي عليهم وهم منسكون بالقرار وراءهم دعموا دول وهم بما لديهم فريحون هؤلاء الذين سمحوا لحسن نصر الله أن ينتصر بالقصير هم الذين سمحوا لبقية حبات المسبحة أن تكر الآن إذا حصل لا سمح الله ما يتوعدنا به ديمستورا في حلب معنى ذلك أن الأمر لن يكون على ما نحب لا أحب أن أكون مبشر سوء بالنسبة للثورة السورية وإنما أنا منذر إنما أقول لأبناء قومي لأبناء شعبي لأبناء وطني خذوا حذركم كونوا على مستوى التحدي المفروض عليكم الظن الحسن والله بديمستورا وبالحل الدولي وبالوعد الأمريكي هذا أنا أجلس إلى بعض الذين يمارسون سام يقول لي والله التقينا مع الكذر الأمريكي أو الفرنسي وقال لنا التقينا مع كذر العربي في الدولة وقال لنا أنظر إليه أقول يعني لو وضعت ترأسي على جبينه هل هناك لأنه كلمة هذا الذي يباع في سوق السياسة كل الناس تقول لبعضها قال كلام الليل يمحوه النهار كالزبدة بالدوب بالشان وذلك أختم معك بالكلمة التي لن تمحا لا ليلا ولا نهارا الثورة السورية هل هناك من أمل قريب بانتصارها الأمل قائم والأمل حق إن شاء الله ووعد الله لنا بالنصر قائم يجب على السوريين دائما أن يكونوا في الحيز الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن وصحفها بعضهم فقال كيس قطن ونعوذ بالله من أكياس القطن هذه وإن كان القطن أبيض ناصع وناعم أيضا وشكرا لكم رئيس مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية أستاذ زهي السالم شكرا جزيلا لكم أشكركم بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا أترككم في أمان الله